إلى البلف اللبناني وفيه اعتبر وزير الداخلية بسام مولوي خلال مؤتمر صحفي أن مسألة حماية اللاجئين السوريين في لبنان تكون بطبيق القانون منوها إلى أن بلاده لا تحتمل النزوح الاقتصادي كما أكد مولوي أن السلطات اللبنانية لن تسمح بتوتر أمني على أراضيها وأن حل المشاكل يكون بالاحتكام للقانون ولبنان لن يقبل بمسألة الأمن الذاتي في بعض المناطق نحن نقول أن حماية المواطن السوري تكون بتطبيق القانون يلي عم يقوم في الأمن العام لدراسة وضع كل سوري موجود في لبنان وما إذا كان وجوده شرعي وما إذا كان وجوده لأسباب أمنية أو لغير أسباب أمنية لأنه نحن قالنا أنه لبنان لا يحتمل النزوح الاقتصادي وتنأكد أنه ما رح نسمح بتوترات أمنية بهذا السبب أو بأي سبب على الأراضي اللبنانية نحن أكدنا قدام الكل ضرورة تطبيق الأوانين لأن الحل دائما لكل المشاكل يكون بالاحتكام إلى القانون والدستور وما التزم به لبنان وضرورة تطبيق تعاميم وزارة الداخلية المتخذة وفقا للقانون واللي بدأت تطبيقه فعلا أنا هون بقول لللبنانيين لكل اللبنانيين وللبلديات أنه لبنان ما بيقبل الأمن الزاتي الحرب خلصت اللبنانيين منهم بحالة حرب منهم بحرب بين بعضهم أبدا لأنه هذا الموضوع إذا بدنا ننجح أنه نوصل فيه لنتيجة لازم يكونوا كل اللبنانيين موحدين ومتفقين على تطبيق القانون بهذا الموضوع بكل المواضيع في لبنان أيضا يعول لبنان على مشاركة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مؤتمر بروكسل الشهر القادم لبحث أزمة النزوح أو اللجوء السوري في لبنان وتشهد أزمة اللاجئين السوريين في العيام الأخيرة حركة اللبنانيين يتزامن مع تعميم وتوصيات تصدرها الجهات المعنية للحد من النزوح أو اللجوء وأعلن ميقاتي لأسبوع الماضي أنه يتم العمل على حل مهم جدا في ملف اللجوء السوري وسيتم الكشف عنه نهاية الشهر الحالي وتعمل حكومة تصريف الأعمال في لبنان على تنظيم الوجود السوري كمرحلة أولى في موازات الاتصالات المستمرة مع المجتمع الدولي فيما لا يزال الاتحاد الأوروبي يتمسك بموقفه الذي يرى فيه أن عودة اللاجئين إلى سوريا غير آمنة واتفق الأسبوع الماضي ميقاتي ورئيس القبرصي خلال زيارة لبيروت على أن تقوم قبرص بمسعا لدى الاتحاد الأوروبي يمنح لبنان المزيد من المساعدات الضرورية وإعطاء اللاجئين السوريين حوافزة للعودة إلى بلادهم من بيروت ينضم إلي المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة اللاجئين السوريين النقيب مارون الخولي مرحبا سعادة النقيب يعني حراك كبير كما ذكرنا في الخبر في قضية اللاجئين السوريين إن كان في زيارة الرئيس القبرصي أو في ما يجري من تحركات الداخلية وتصريحات وزير الداخلية هل من مقاربة جديدة ما هي الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها الداخلية؟ بالحقيقة هي ما في مقاربة جديدة هي مقاربة قديمة ولكن اللي حرك الملف هو مسلسل الجرائم السورية المستمر اليوم هو اللي حرك الملف هو اللي خلى رأي العام اللبناني يعمل ضغط على الحكومة ولكن المسألة اليوم إذا بنا نرجع فيه من سنة إلى اليوم اتخذت الحكومة ميقاتي اتخذت قرارات من سنة إلى اليوم ولكن كل القرارات اللي اتخذتها ما رجع فيها ولا سوريا لا بالعكس اليوم من حين أخذت قرارات لليوم كانت مئتين ألف تهريب فأنا بعتقد أنه التعويل اليوم بتعويل رئيس الحكومة على مسألة اللوبيينج يعمل مناصرة بين الدول الاتحاد الأوروبي حول الضغط لا تغيير لا تغيير رأيه للاتحاد بإبقاء النازحين السوريين في لبنان بعتقد هيدا هيدا هي خطته اللي هو ما يحكي عنها حتى ما يصير فيه لقالة تفشيل بعتقد أنه يقدر يجمع بين اليونانية والإيطالية والقبارسة يعمل هذا الضغط والأسبان يعمل الضغط باتجاه تغيير موقف الاتحاد الأوروبي اللي هو أكتر شيء متشدد تجاه الفرنسي والألماني وما بعتقد أنا أنه الفرنسيين والألمان يعني لهم أصحاب القرار بالاتحاد حيتأثروا بهذا القرار أو بهذا اللوبي نعتقد بعدنا نحن على مسافة طويلة اليوم نقدر نغير رأي الاتحاد الأوروبي ولكن خلينا نكون يعني صار فيه تغيير على المستوى الأحزاب بالاتحاد الأوروبي يعني اليوم الرأي العام الأوروبي صار فيه تغيير صار فيه نظرته للبنان مختلفة أنه لا يجوز لبنان أنه يتحمل عبق النزوح لحاله خاصة أنه الاتحاد الأوروبي هو جزء من القرار بتحميل بتحميل لبنان هو بقرار من الاتحاد الأوروبي وهذه كارثة دولية يعني خلق الاتحاد الأوروبي بس تيحمي حال ويحمي القارة الأوروبية يعني اليوم الاتحاد الأوروبي حين بال2015 حين تاخد قرار بلبنان أنه بعدم الأفساح على الأرقام من النازحين السوريين وبالتالي بلشت المؤامرة هنا وتأخذ قرار أنه وتصار مليون ومئة ألف سوري اللاجئ للاتحاد الأوروبي فاتخذ قرار أنه نفضل ندفع بين الدول المستضيفة ألفين لأربعة تلاف دولار بيكلف الفرد اللاجئ بينما بيكلف مئتان دولار بالدول الجوار يعني لبنان سوريا لبنان تركيا الأردن فاتخذ القرار بهذاك الوقت وكمان بالاتحاد هذه وصائق بالاتحاد كمان نحكي أنه ممكن تصير فيه رفض قالوا أنه بالترغيب والتهديد الترغيب كان بقصة شوية مساعدات والتهديد كان بقصة حقوق الإنسان فاللي صار اليوم أنه نحن بلبنان مليونان وستمائة ألف نازح سوري اليوم الشعب اللبناني يقدر اليوم بأربع مليون ومثان ألف يعني شو على اللبنانيين أهم التحدي الديموغرافي يعني اليوم أنت تستبدل شعب بشعب آخر واضحة هذا التحدي الديموغرافي لكن هل لبنان أقامت دراسات أو إحصاءات دقيقة لتصنيف اللاجئين من هو لاجئ ومن هو تالي العمل ومن أصبح مقيما يمارس نشاط اقتصادي مربح هذا العدد كله متأثر بما يجري في الداخل السوري أو ما جرى لا لك أبدا أبدا نحن المشكلة في لبنان أنه 95% كل هذه الأرقام مسؤولين عنها نحن 95% اليوم من النازحين السوريين اليوم في لبنان هن تحت إطار النزوح الاقتصادي النزوح السياسي أو النزوح من المناطق الغير الآمنة هن فئة كتير قليلة اليوم اللي صاير أنه كل هذا النزوح هو النزوح الاقتصادي على لبنان اللي عندهم مشاكل سياسية مع الحكومة السورية أو مع النزام بتلاقيهم بيطلع تقريبا بين 13 إلى 14 ألف اللي هول 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 ما في مشكل معه هول نحن 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 لبنانيين تحت إطار حقوق الإنسان تحت إطار الحفاظ على واحمية الوحمات السوريين المعارضين للنزام نحن نستعدين نستقبلهم مش كنازحين كلاجئين مع كل الحقوق ولكن نحكي بمليونين وستمية بـ 12 سنة يعني من 2011 لليوم صنة 13 سنة نستقبل نزوح كلفة النزوح يا سيدة السوري في لبنان اليوم كلفة سنوية خمسة مليار دولار خمسة مليار دولار بوقت نحن كلفة الاجمالية سبعة وخمسين مليار الاجمالة كل المساعدات اللي اجت من 2011 لليوم كل المساعدات الجمالية 12 مليار طيب نحن كلنا بنعرف انه لبنان افلس ولبنان اليوم بوضعه المالي صرفي انهيار عملته 98% النهارة وبالتالي النازحين السوري هذه الكلفة الباهزة على الاقتصاد اللبناني كلفت سبعة وخمسين مليار بوقت نحن الفجو المالية اليوم عمين حكا واموال المودعين وافلس المصارف هي 72 مليار يعني مع تقديري لذكرى الأرقام الاقتصادية ولكن لعل المحكة الان ان الامر تحول الى مهدد امني وانتقلت المسألة الى بقابنية الدولة وتهديدها وبالتالي الى حين ذلك الى حين حسم خلق هذا اللوب الذي ذكرت الى حين ان تقتنع دول الاتحاد الاوروبي بما تطرحه لبنان ما المتوقع داخليا من الناحية الامنية في التعاطي مع هؤلاء اللاجئين اهم شغلة انه يقدر يتحرر لبنان من الضغط الاوروبي اللي احنا ما بدنا ننسى انه بدنا نحكي الامور مثل ما هي الضغط الاوروبي اليوم على المسؤولين اللبنانيين هو ضغط كبير ضغط السفرات ضغط كبير فاهم شي يكون فيه قرار مركزي لانه قرارات القرارات انه البلديات ولا غير بلديات تتعالج هذه قرارات ما الا اي ايمة اذا مثلا فيه قرار مركزي ويعني قرار بده يطلع قرار سياسي وامني وقضائي وبالتالي هذه المعالجات بتصير من فوق ونزول اذا قدرنا نحن عملنا هذه المعالجات نحن بنقدر نوصل اول شي لتحديد تحديد الفئات النازحين اول شغلة بنعملها انه نحدد هل لبنان بحاجة بحاجة ليدة عاملة وقدي حجمها اليوم ممكن نحن نكون بحاجة ليدة عاملة 400 الف هنستقبل 400 الف سوري ما في مشكلة فيهم ولكن 400 الف سوري بدون عائلاتهم لان كمان عائلات نحن في لبنان يعني لبنان قائم سياسيا وتركيبته السياسية على على دموغرافيا دقيقة كتير يعني نص نص اسلام ونص مساحية وبالتالي اليوم اذا بتجي بتضيف بتضيف مليونين ونص بتغيير دموغرافيا بتعمل تغيير دموغرافيا بتعمل انقلاب بالتركيب اللبنانية وبالتالي مبعود لبنان بيشبه لبنان يعني انقلاب بالتركيب الديموغرافية اول شي على مستوى كل الطواقف بعدين على مستوى كل لبنان كثقافية يعني اليوم بتلاقي في ضيع اذا بدي خبرك يا سيد انه في مثلا في ضيع كانوا يزوجوا وبناتهم بعمر الثلاثة عشرين والخمسة عشرين اليوم هول اللي اتضيع هي النفس الضيع اللبنانية صاروا يجوزوا بيانتهم بعمر 13 لانه اذا عم بيحكيك على بلدة عرسال بلدة عرسال فيها 80 ألف نازح سوري وقتها فيها 20 ألف هل 20 ألف اللبنانية تغير ثقافتهم تغير وضعيتهم يعني اليوم فيه تغيير تغيير بتركيب التركيب اللبنانية بالثقافة اللبنانية وبالتالي ما بعود ميشبه لبنانيا المسي لنحن بغير بلد عادة أنه اليوم عندنا 40% نسبة البطالة في لبنان وهيدي نسبة البطالة ما أجت بالصدفة نسبة البطالة اللي عم بياخد كل سوري اليوم نازح بياخد ثلاث أعمال مقابيل للبناني يعني حقيقة فيه إعدام للعمال اللبناني فيه إعدام لطبقات الفقيرة اللبنانية لأنه اليوم الطبقات الفقيرة تعاني بشكل كبير بمعنى اليوم بدروح ياخد سكن للبيت لكن ليس من يشغلون يتحملون القدر من المسؤولية ويستغلون هذه الظروف لأن الرواتب أقل والشروط ربما الشروط التقديم مختلفة باختصار انتهى وقت يعني صح 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 حقيقة أنا بكلمة النهائية اليوم لبنان معني بتحديات ان كانت تحدي الامن اللي هو صار كبير كتير التحدي البيئي اللي صار اليوم كمان فيه تهديد كبير بالتحدي البيئي والتحدي المالي والاتصادي فمعني اليوم لبنان والتحدي الديمقرافي معني اليوم لبنان انه يعالج هذه التحديات وسلبيات النزوح السوري من بيروت المنسق العام للحملة الوطنية لعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي أشكر لك حضورك وكل ما تفضلت بي من إجابات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة